اشتركوا في القناة اسبوع صباح النور صباح الخير عليكم جميعا ونتمنى لكم نهاية اسبوع موفقة للجميع اذا المتابعين الكرام من بعد التساقطات المطرية لعرفات مدينة صدوان والنواحي وكذلك مجموعة من مدن الشمال هكذا يبدو منسوب المياه بسد النخلة احد السدود لتوجد بضواحي مدينة صدوان الاشارة متابعين الكرام فكي جوجد السدود هنا بضواحي مدينة صدوان سد موليشريف وكذلك سد النخلة هنا متابعين الكرام الموجود على الطريق الوطني الرابطة بين مدينة صدوان ومدينة ششاو هذا هو المنظر الجميل منسوب المياه وهو محيط متابعين الكرام بهذه الشجار الأرض التي تملأ هذا المكان يمينا ويسارا متابعين الكرام أجواء جميلة متابعي قناة شوفت بقناة الشعب ومن المتوقع أن تتساقط أمطار الخير خصوصا بمدينة شفشاوون في حدود الساعة الثانية عشر زوالا أو الواحدة زوالا بتوقيت جرينيتش زائد ساعة إذن هذه الأجواء الصباحية متابعين الكرام هنا بقلب أحد السدود التابعة لإقليم التطوان وهو سد النخل أجواء اللي هي جميلة جدا متابعين الكرام تمنوا إن شاء الله أنكم تقدموا معنا فترات اللي هي جميلة من خلال هذه الجولة الصباحية هنا في قلب هذه الطبيعة الخلابة التي تأثر النادرين إذن متابعين الكرام صباح النور صباح الخير عليكم جميعا وكيف ما قلنات منه إن شاء الله أنكم تقدموا معنا فترات اللي هي جميلة كيف تشاهدوا معنا دول البطل والإوز الذي يملأ هذا المكان بجانب هذا المنتج الذي نتواجد به إذن متابعين الكرام ما قرناش تعليقات ديلكم والتفاعل ديلكم مع هذا المباشر مع هذا الجولة الصباحية هنا بقلب السد النخل كيف ديراء الأجواء عندكم واسطحة عندكم ششتاء فين غادي تقدموا نهاية هذا الأسبوع واش غادي تبقوا في المنازل ديلكم ولا غادي تخرجوا طبعات الحال فالأغلبية ديال الأسر متابعين الكرام تزامنا مع نهاية الأسبوع كاللي كيفضل أنه يبقى في المنزل دياله يقوم بعض الأعمال اللي يترك متاليه من خلال أنه ينظف المنزل دياله وكذلك متابعين الكرام يعني ينظف الملابس دياله والقيام ببعض يعني الأعمال المنزلية وكيفضل أنه يدير وجبة عائلية بالرفقة ديال الأسرة دياله داخل المنزل وكيفضل أنه خلال نهاية الأسبوع يرتاح أو أنه يخرج في الصباح الباكر يقوم يعني بالرياضة متابعين الكرام بالجاري أو ما إلى ذلك وكيفضل كيف قلنا أنه يبقى في الدار يرتاح وكذلك أنه يتناول واحد الوجبة اللي هي الدسمة بالرفقة ديال العائلة دياله وكيفضل أنه يحاول يعني يراقب الدروس ديال الأطفال دياله ومتابعين الكرام ومتابعين قناة شهدت بقناة الشعر وكيف يفضل أنه نهاية كل أسبوع أنه يخرج يتنزل يمشي زور العائلة أو أنه يخرج في زيارة لأحد المطاعم أو لأحد المنتجعات السياحية إذن هذه الأجواء الصباحية متابعين الكرام كيف تشاهدوا معنا من خلال هذا البدس المباشر ومن خلال هذه الصوة أجواء اللي هي جميلة جدا هنا بجنبات سد النخلة والحمد لله على هذا الأمطار ديال الخير فالسد تبارك الله المياه دياله فهي ارتفعت بشكل ملحوظ متابعين الكرام نحمد الله ونشكره على هذا الأمطار ديال الخير متابعين الكرام الإشارة متابعة لا تشوفت بقناتشة مدة طويلة مشنا الأمطار وهي تصل إلى بعض المدن فالحمد لله والشكر لله أن الأمطار تقريبا عملت يعني تلوتين من مساحة بلدنا الحبيب المملكة الشريفة المملكة المغربية الإشارة متابعين الكرام فمدينة تيتوال فشهدت رياح اللي هي قوية جدا يعني وسلت السرعة دياله كتر من 120 كم في الساعة السرعة دياله متابعين الكرام مما تسبب في خسائر مادية جسيمة متابعين الكرام لا بالنسبة لعلمات التشوير وكذلك أعمدة الإنراء العمومية وكذلك اللوحات الإشهارية الخاصة ببعض الشركات فهي تسقطت وكذلك خسائر في مجموعة من الأشجار سواء التابعة للمناطق الخضراء أو كذلك متابعين الكرام بالنسبة لبعض الغابات المحيطة بمدينة تيتوال فحتى هي فيها تسقطت مجموعة من الأشجار كما أنه يعني وقعت خسائر مادية في مجموعة من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من بعض الأسوار وبعض البنايات اللي هي آيلة للسقوط يعني بعض الأجزاء منها فهي سقطت على بعض السيارات مما خلف خسائر مادية في هذه السيارات إلى جانب يعني سقوط أسوار متابعين الكرام اللي هي تابعة لبعض المؤسسات التعليمية بالحي المدرسي والحمد لله ما تشجل حتى شيء خسائر بشارية باستثناء متابعين الكرام وفاة إحدى الأمهات بمدينة الطنجة وهي مناسبة أننا نتقدموا بحر التعازي لأسرة الأم اللي غالباً غادي تكون أنها خرجت واش أنها تجيبوا لي داتا متابعين الكرام من إحدى المدارس الخاصة وسقطت عليها يعني أعتقد يعني بلاكا ديال الزنك مما عجل بوفتها في الحين إن لله وإن إليه رجع الله يصبر العائلة دينا إذن متابعين الكرام هذه الأجواء الصباحية كيف تشاهدوا معنا والحمد لله منزوب المياه فهو ارتفع بشكل ملحوظ هنا بسد النخلة هنا بضواحي مدينة صدوان نحمد الله ونشكر على هذه النعمة على نعمة المطر التي لا تعد ولا تحصى إذن هذه الأجواء الصباحية متابعين الكرام وهكذا تبدو نواحي مدينة تطوان بعد التساقطات المطرية الأخيرة لشهدتها مدينة تطوان والنواحي الحمد لله كين الخضراء ولكن ما زلنا ننتظر أمطار الخير أنها تتاقط بشكل ملحوظ متابعين الكرام وبغينا منسوب المياه أنه يزيد يرتفع ماشي فقط في مدينة تطوان والنواحي أو في السدود تابعة لإقليم تطوان ولكن بغينا الأمطار تملأ جميع أقاليم ومدن المنطقة إذن المتابعين الكرام نتمنى أنكم تكونوا قضيتم معنا فترات وهي جميلة جدا من خلال هذا البت المباشر صباحة يومه الأحد نتمنى أنكم نهاية مصبوع موفقة للجميع وإلى بت آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر